اعاد الجدل حول تحول ميناء الحديدة الى قاعدة عسكرية لميليشيا الحوثي الدورة الايرانية في اليمن الى الواجهة فبينما اعتبرت البحرية الامريكية تحركات ايران في المنطقة بمثابة تهديد للملاحة الدولية اتهم نواب بريطانيون طهران بتجنيد اكثر من سبعين الفا كمرتزقة تم ارسالهم الى دول عربية مطالبين الحكومة البريطانية بادراج الحرس الثوري الايراني في قائمة الارهاب الدولية تتزامن هذه الاتهامات مع نشر صحيفة تايمز البريطانية تقريرا لمركز كار لابحاث تسلح النزاعات كشفت فيه عن ادلة تدين طهران بتهريب اسلحة متطورة للحوثيين يؤكد تقرير كار الدولي ان الطائرات بدون طيار التي اطلقت عليها ميليشيا الحوثي اسم قاصف واحد ما هي الا نسخا معدلة من صناعة ايرانية تدعى ابابيل ويشير التقرير الى عثور القوات الاماراتية على صواريخ مضادة للدبابات ظهرت مطابقة لنفس الصواريخ التي عثر عليها في شحنة بحرية قادمة من ايران واكد تقرير حدث نشرت وكالة رويترز اتهم مصادر اقليمية وغربية بارسال ايران اسلحة متطورة ومستشارين عسكريين الى ميليشيا الحوثي تعتقد اوساط دولية ان هذه التقارير قد تعزز الموقف الخليجي الداعي لوقف التدخلات الايرانية في استقرار الخليج وفيما يبدو الهدف الايراني من عبثها بامن اليمن واضحا بجعل الحوثيين قوة معطلة على غرار حزب الله اللبناني فان الاجابة حول تدخل عملي لعبث طهران من قبل المجتمع الدولي ما يزال غامضا اشتركوا في القناة